أعزائي طلبة وطلبات السنوية العامة والسنوية الأزهرية أهلا بكم النهاردة موعدنا مع الوحدة الثالثة يونت ثري وهي بعنوان The Future of Books الفيديو مقسم كالمعتاد لأربع أجزاء درس الجرامر أهم مفردات الوحدة كتابة براجراف وجمل للترجمة وما تنسوش أن في مذكرة كاملة للوحدة الرابط بتاعها موجود أسفل هذا الفيديو أولاً هنبدأ بشرح الجرامر وعندنا في الوحدة الثالثة أشكال وأزمنة المستقبل Future Forms and Tenses عندنا ست أشكال وأزمنة للتعبير عن المستقبل بعضهم له عدة استخدامات وبعضهم له استخدام واحد فقط زي ما هنشوف دلوقتي أولاً زمن المستقبل بسيط The Future Symbol Tense بيتكون المستقبل بسيط من فاعل ثم ول ثم المصدر بنستخدم المستقبل بسيط في الحالات الآتية عندنا ثمن استخدامات للمستقبل بسيط واحد لما نعبر عن رأي شخصي أو احتمالات أو تمنيات وبتبدأ الجمل بواحدة من العبارات الآتية I am sure I think أو I believe I expect I hope Probably Perhaps مثلا I expect he will get high marks in the next exam اثنين لما نذكر عمر شخص أو عمر الشيء في المستقبل My brother will be 17 next week This school will be 50 years old next year ثلاثة عند التنبؤ بالأحداث بدون ذكر دليل The weather will be nice tomorrow عند اتخاذ قرار سريع أو الرد السريع على شخص ما This dress is beautiful I'll buy it Someone is at the door Someone is at the door Okay I'll open it خمسة عند عرض المساعدة I'll carry this bag for you ستة عند طلب المساعدة ولاحظ هنا صرت السؤال عند الطلب Will you lend me your book please سبعة عند اعطاء وعد Promise I'll help you with your problem I promise ثمانية مع الروابط الزمنية الروابط الزمنية زي after بمعنى بعد before بمعنى قبل as بمعنى بمجرد an حييجي بعدهم مضارع بسيط او مضارع تام اللي اتنين زي بعض بشرط ان الجملة التانية مستقبل بسيط after I finished reading this book I'll lend it to you بتساوي after I have finished reading this book I'll lend it to you التمن نقطة اللي فاتوا كانوا كلهم في اولا وهو زمن المستقبل بسيط تعالوا نشوف باقي اشكال وازمة المستقبل ثانيا am او is او are زائد going to زائد المصدر going to ليه هستخدامين واحد للتعبير عن نية او خطة او قرار لعمل شيء في المستقبل الكلمات الاثية بتدل على النية او الخطة او القرار ولما بنشوف واحدة من الكلمات دي بنستخدم going to intention intend plan plan planned planned decision decide مثلا i am going to invite her to the party it's my intention he is going to leave his job it's his decision اتنين عند التنبؤ بالأحداث بس المرة دي مع ذكر الدليل there are no clouds in the sky it's going to be a sunny day ثالثا am او is او are زائد الفرب زائد ing يعني زمن المضارع المستمر وهو لاستخدام واحد فقط للتعبير عن المستقبل بيستخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل لما تكون فيه ترتيبات مسبقة فيه افعال وعبارات بتعبر عن الترتيبات زي الجدول ده it's arranged made arrangements booked a room bought a ticket packed his luggage it's prepared مثلا i am going home in half an hour i have arranged it with my boss قبل ما نشوف رابعا انا عاوزك تفهم كويس الفرق ما بين ثانيا وثالثا يعني الفرق ما بين going to والمضارع المستمر من خلال الجدول التوضيح التالي am او is او are زائد going to زائد المصدر بتعبر عن نية او خطة او قرار ودي اشياء معنوية لكن am او is او are زائد الverb زائد ing دي بتعبر عن ترتيبات ودي اشياء مادية يعني ايه هنستخدم going to مع النية او الخطة او القرار ودي اشياء معنوية لان النية بتكون بالقلب والخطة والقرار بيكونوا بالعقل اما المضارع المستمر فيستخدم لما نكون عملنا ترتيب مادي يعني حاجة ملموسة زي حاجز تذكرة مثلا شوف الفرق من خلال الجملتين دول يعني سأسافر الى الاسكندرية الاسبوع القادم انا انوي ان افعل ذلك هنا نيتي في السفر شيء معنوي انا لسه ما عملتش اي اجراء او ترتيب مادية ما حاجزتش تذكرة ولا حطت هدومي في الشونات مثلا الجملة التانية يعني سأسافر الى الاسكندرية الاسبوع القادم انا حاجز تذكرة هنا انا عدت مرحلة النية الى مرحلة التنفيذ بعمل شيء مادي انا حاجز تذكرة وده شيء مادي ودلوقتي تعالوا نكمل باقي اشكال وازمنة المستقبل ونشوف من اول رابعا لغاية سادسا رابعا الverb زاد اس يعني زمن المضارع البسيط يستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل في حالة الاحداث المرتبطة بجدوى الموعيد مثل وصول او مغادرة القطار او الطائرة او بدء الفيلم او الامتحان او المباراة او برنامج التلفزيون يعني لو الجملة بدأت باي كلمة من الكلمات السابقة دي القطار او الطائرة الى اخير حنشوف الافعال كالاتي arrives او reaches بمعنى سوف يصل leaves او departs بمعنى سوف يغادر او سوف يرحل starts او begins بمعنى سوف يبدأ finishes او ends بمعنى سوف ينتهي takes place سوف يقع او سوف يتم والفعل ده بيجي مع الامتحان takes off سوف تقلع مع الطائرة مثلا our train arrives in aswan at 9 am tomorrow خامسا زمن المستقبل المستمر the future continuous since بتكون من will be زائد verb زائد ing بيستخدم المستقبل المستمر للتعبير عن حدث سوف يكون متواصل الحدوث في وقت ما في المستقبل مثلا i'll be playing tennis tomorrow from 7 to 9 pm كمان بنستخدم المستقبل المستمر للتعبير عن حدث سيكون الشخص مشغول به في المستقبل وسيمنع ذلك من عمل شيء اخر في نفس الوقت مثلا i'll be studying my lessons this evening so i can't go out with you الكلمات والتعبيرات الكلمات والتعبيرات الدلة على المستقبل المستمر اللي تخلينا نختار will be زائد verb plus ing هي كالاتي this time tomorrow أو this time next week إلى آخر in three hours time أو in five years time إلى آخر between 2025 and 2040 from 6 o'clock and 8 o'clock over the next 10 to 20 years in 20 years from now in the year 2050 لاحظ الآتي عن زمن المستقبل المستمر يمكن استبدال فعل will بفعل may في حالة عدم التأكد يعني may be زائد الverb زاد ing more people may be moving to Cairo in the next 50 years سادسا زمن المستقبل التام the future perfect tense بيتكون من will have زائد التصريف الثالث يدل هذا الزمن على أن الشيء سيكون قد تم أو اكتمل قبل أو بحلول وقت محدد في المستقبل مثلا by 10 o'clock this evening I will have finished my homework يعني بحلول العشرة أو قبل العشرة من مساء اليوم سأكون قد انتهيت من ودب المنزلي الكلمات اللي بتدل على المستقبل التام بتكون مسبوقة بكلمة by اللي بمعنى قبل أو بحلول مثلا by 20 50 by tomorrow morning by next Friday by next year ده كان الجزء الخاص بالgrammar ما تنساش تحل التدريبات اللي موجودة في المذكرة ودلوقتي هنيجي للجزء التاني من unit 3 وهو خاص بالمفردات وأهم الجمل اللي وردت في الدرس تعالوا نشوف أهم المفردات unit 3 read download e-book reader بفكرك زي كل مرة إنك تقرأ وتفهم شرح أو تعريف كل كلمة من الكلمات السابقة من خلال الجدول بتاع التعريفات اللي موجود في المذكرة ودلوقتي نيجي الأهم الجمل اللي ولدت في نص listening أو نص الاستماع بفكرك زي كل مرة بفكرك زي كل مرة تاريخ الوراة والجمل التالية هي أهم جمل درس الريدين وهو بعنوان تاريخ الوراة بفكرك زي كل مرة الناس يستخدموا من خلال الجميع من خلال الجميع papyrus يتعلم في نال والجمل يستخدمها لتقرأ ومشارك ومشارك قبل أن الناس يستخدمها يسوك المنزل من خلال الجميع في الواء يسوك مزلهم ومزلهم ثم يسوك في السن الناس للمشاهدة الأول سبيل 2000 سن في الثالث سن الى المنزلين العربين الذين يتحبون مع كينة أعلموا كيف تصنعها أيضا لتصنع المقرر الناس قربوا الأمور في قطع قصة التي تضعوا مع المكيبات ثم تضعوا ثم تتحضوا الواء من المقرر المقرر يتحرك عبر المقرر لتصنع قطع قطع قصة المقرر ما تنساش تقرأ بنفسك نص الاستماع ونص القراءة وتحل التمارين اللي موجودة في المذكرة ودلوقتي مع الجزء الثالث وهو زي كل مرة كتابة باراجراف وموضوع النهاردة جي في امتحان سنة 98 وهو بعنوان بالنسبة لعناصر الموضوع ده ممكن تكون كالتالي 1. مقدمة عن أهمية الشباب في المجتمع 2. دور الولدين والدولة تجاه الشباب 3. الدور الذي يمكن أن يلعبوا الشباب في المجتمع 4. جملة ختام أنا كتبتلك بعض الأفكار اللي ممكن تستعين بيها وممكن تستعين بأفكار أخرى المهم أنك تجرب تكتب الموضوع ده مرة تانية بنفسك لا شك أن الشباب هم ثروة أي دولة فالشباب لهم دور كبير في تقدم بلدهم ولكن أولاً يجب أن نذكر دور الآباء والدولة تجاه الشباب يجب على الآباء أن يربوا أبنائهم جيداً وأن يوفروا لهم الرعاية الاجتماعية من ناحية أخرى يجب على الحكومة أن توفر للشباب الرعاية الصحية عندما نساعد الشباب سيكونون قادرين على صنع غد أفضل الشباب يستطيعوا أن يقدموا الكثير لوطنهم بشرط أن يتمتعوا بصحة جيدة يجب على الشباب أن يتجنبوا العادات السيئة مثل التدخين هناك الكثير من الأنشطة التي يستطيع الشباب أن يشاركوا فيها على سبيل المثال الشباب يستطيعوا أن يشاركوا في زراعة الأشجار بالإضافة لذلك يستطيع الشباب أن يساهموا في تنظيف الشوارع التي يعيشون فيها علاوة على ذلك يستطيع الشباب أن يساهموا في تعليم الأميين من خلال أعطاءهم دروس مجانية في النهاية يجب علينا أن نشجع الشباب على القيام بدور في تقدم بلدنا الغالية ودلوقتي مع الجزء الرابع وهو بعض الترجمات اللي وردت في امتحانات سابقة تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في بعض محطات الطاقة العملاقة عفوا هل يمكنك أن ترشدني إلى أقصى طريق للوصول إلى استاذ القاهرة بعد ما ترجم الجمل السابقة راجع إجابتك من خلال الترجمة النموذجية في المذكرة القادمة لأن إجابات كل مذكرة حتلاقيها موجودة في المذكرة اللي وراها وبكده عزائي الطلبة والطلبات نكون انتهينا من الوحدة التالتة وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر